توافد أعضاء الجمعية العمومية على مقار نقابة المهندسين لانتخاب النقيب وأحد عشر عضوا مكملا بالإضافة إلى الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية في 25 مقرا انتخابيا بكل محافظات مصر انتخابات النقيب العام النهاردة على مستوى الجمهورية كلها على مستوى 25 محافظة في 25 نقابة أتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله يهمني أن كل الناس تجيب صوتها لأن ده حق دستوري المهندسين أنهم يختاروا الإنسان اللي هو ممكن يؤدي دور طيب وبتعاون مع كل الموجودين لأن المجلس الأعلى بتشكل من كل من المكملين الموجودين وأعضاء الشعب ورؤساء النقابات الفرعية احتفالية للمهندس المصري اللي بيثبت دايما أنه هو على قد المسؤولية وعد إيه هو باقي على النقابة بتاعته عنده اهتمام جدا بالفترة للأربع سنين اللي جايين أنه عايز يختار الأصلح اللي حيديري النقابة لفترة أربع سنين بيقدم خدمات بيقدم مشروعات طموحة عشان يرفع من مكانة المهندس المصري محليا ودوليا نحن النهاردة الفترة الجاية من الفترات المهمة جدا في حياة المهندس المصري لأنه هو مرشح لإعمار أكتر من خمس دول عربية حيبقى فيه منافسة بينه وبين مهندسين كتير من دول أجنبية ودول عربية برضو النهاردة فيه انتخابات على ثلاث مقاعد مهمة مقاعد النقيب العام من مهندس المصري ده بيتخبو كل مهندس على مستوى جمهورية مصر العربية كلها على مستوى 27 محافظة فيه 11 عوض مكمل ودول الأعضاء المكملين للمجلس الأعلى للنقابة ومنصب رئيس النقابة الفرعية ده بيتم على كل نقابة فرعية احنا عندنا 25 نقابة فرعية من توزعين على 27 محافظة كل نقابة فرعية فيها انتخابات على مقاعد رئيس النقابة الفرعية جرت تصويت تحت إشراف قضائي مع إقبال كبير من الأعضاء وتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية النقابة دي من أهم المؤسسات في الدولة المفروض يعني فيه مرشحين كتير ولكن فيه قوائم طبعا فقايمة الجمهورية الجديدة دي أنا شايف أنها بتلبطه موحطنا الناس موجودة من بدري من الساعة 8 والناس كلها حابة أنها تشارك بصوتها وتقول النقابة لازم يبقى لها ناس ترجع تاني لنظامها القديم وتغير فعلا ويبقى في لها صوت للتغيير والله أنا شايف أن فيه تنظيم ممتاز جدا أنا جيت الصبح بدري وبصيت على كل حاجة لقيت أن فيه اهتمام وفيه تنظيم وفيه حرص من المهندسين على أنهم ينزلوا يضلوا بأصواتهم يعني والله العملية الانتخابية النهاردة ما شاء الله أن الناس فيه حجد جميل جدا من جميع الطائرات الموجودة داخلنا وإحنا بصراحة أنا بشكر المجلس الحالي أنه خلق روح انتخابية كويسة ما بين الأعضاء وقلل أن فيه حجد وحد خلل فيه المهندسين بقى متابعين للنقابة ونزلوا ينتخبوا ونزلوا يشوفوا نقابتهم ويخافوا عن نقابتهم يعني تجري انتخابات نقابة المهندسين على مرحلتين الأولى في الخامس والعشرين من فبراير وتضمنت رؤساء مجالس إدارات النقابات الفرعية بالإضافة إلى سبع شعب هندسية مختلفة أما المرحلة الثانية في الثالث من مارس فيتم فيها انتخاب النقيب العام وأحد عشر عضوا مكملا والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية من المرحلة الأولى ليكتمل المجلس الذي يستمر حتى عام 2026 ترجمة نانسي قنقر